اكد سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي في تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والرخام جاء ذلك لدى حضور سعادة سفير مملكة البحرين لدى السعودية إلى جلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس وعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام مجلس النواب في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وذلك بمشاركة كبار المسؤولين وحضور سفراء عدد من الدول الخليجية والعربية والأوروبية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندربرغ ومبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن ليندر كينغ وممثلي القوى والأحزاب السياسية اليمنية وفي إعقاب الجلسة نقل سعادة سفير تحية جلالة الملك المفدى وتهانيه إلى فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني على تأديته اليمين الدستورية أمام البرلمان ومباشرة مهام منصبه الجديد وتمنيه جلالته لرئيس المجلس وأعضائه بالتوفيق والسداد وللشعب اليمني الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء وأكد سعادة سفير دعم مملكة البحرين الكامل ومسندتها لمجلس القيادة الرئاسي في مباشرة مهامه بإدارة شؤون الدولة واستكمال المرحلة الانتقالية وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين من جانبه كلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني سعادة السفير بنقل خالص تحياته إلى جلالة الملك المفدى وتقديره العميق لمواقف مملكة البحرين بقيادة جلالته وحكومته الموقرة الداعمة لأبناء الشعب اليمني وحرصها التام على أمن اليمن واستقراره متمنية لمملكة البحرين وشعبها المزيدة من الرخاء والتقدم والازدهار